اهلا بيك ومعاك وفاق السلايم النهاردة وصفتي وصفة سهلة واقتصادية جدا هتشرفك كمان في العزومات واقتصادية معاك كفتة الفراخ الحلوة الكمية دي من ربع صدر فرخة بس خدت الربع بتهيقه بس قبل ما ندخل في الوصفة حبا اتكلم عن قناة جميلة جدا قناة خديجة ابو النور من القنوات المميزة الجميلة اللي بتقدم محتوى هادف انا شخصيا من الناس اللي بتتبعها واتمنى تعدوا عندها وتعملوا اشتراك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد هتلاقيوا كل حاجة عندها حلوة وصفتها جميلة جدا انا زي ما قلتلكم احب تابعها لانها من القنوات المميزة بالنسبة لي فياريت تعدوا اللي عندي كلهم يدخلوا عند خديجة ابو النور ويشتركوا وان شاء الله هتعجبكم القناة النهاردة يلا نشوف الكفتة بتاعتنا اخبارها ايه والله طعمها شاهي جدا 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 يعني الطعم خرافة واقتصادية وحلوة هتنفعك يعني لو انت مثلا عندك ربع فرخة ربع صدر تعالي نعمل به اهو ده كان عندي ربع الفرخة اسمتها كده قطعتها قطع انا باخد 3 اجزاء من الفرخة والربع بتاع الفرخة بس يبقى ونص السدر هنا انا هاخد ملح وفلفل والتوابل سبع بهارات بس ومعلقتين من البقسمات اللي احنا عاملينه هنزل لكم الوصفة بتاعته في صندوق الوصف لانه جميل جدا سبحان الله ودايمن بيعمل ربط للمكونات اللي انا بعملها كلها سوى كفتة او تدبيلة بصراحة جميل هنقلب كل البهارات وكل الخليط بتاعنا لغاية ما يتجانس بعد كده هعمل كور صغيرة او كبيرة حسب اللي انت عايزاه ممكن تحشيها كمان جبنة متزارلة هتبقى جميلة جدا انا كده خلط شايفين الكمية دي كلها من ربع السدر يعني او من نص السدر بالزبط عندي دقيق وبيد وبقسمات بحط الاول دايما في دقيق وبغطس في البيد وبعد كده في البقسمات بتاعنا بتالفها كده وتبلها وخلاص على كده كل الكمية دي هتطلع طبق معاكي هيقضيكي وهتبقى زي الفل على الصفر عندك هنعمل تاني دقيق وبيد وبقسمات شوفتوا كل الكمية اللي بقولكو عليها عشان كده بقولكو اختصادية وحلوة جدا سخنت الزيت غزير على النار انا دايما بستخدم الزيت الغزير عشان المفروض طبيعي يعني في اي قلي لازم يبقى الزيت مغطي الحاجة اللي انا بستخدم فيها طعمية كفتة اي حاجة بقليها اسكلوب اي حاجة كله ده لازم زيت غزير يكون هنا حطيتها على نار متوسطة زي ما انتم شايفين اهو خدت وشه تحميرة جميلة خدت بالزبط 7 دقايق مش اكتر من كده اتمنى وصفتي للنهاردة تكون حلوة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة